السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بالجميع في درس جديد من دروس الاجر ستوريج سيربس هنتكلم النهاردة عن ايه يا شباب هنتكلم عن البلاب لايف سايكل ماناجمينت يعني ايه الكلام ده احنا خدنا البلاب كسيربس اشتغلنا عليها وخدنا كمان مستويات التخزين الخاصة بالستوريج سيربس عموما وقلنا ان فيه ثلاث مستويات من مستويات التخزين اللي هي الاكسيس تير احنا قلنا ان فيه حاجة اسمها الهوت والكولد والارشي خدناها وشرحناها وفهمنا كل حاجة بتختص بمدة زمنية معينة وتكرار الوصول للبيانات المخزنة على اجر طيب ايه حكاية البلاب لايف سايكل ماناجمينت دورة حياة التخزين على اجر علشان نفهم يعني ايه لايف سايكل ماناجمينت تعال كده ناخد سيناريو لطيف وظريف علشان تفهم الموضوع بشكل مبسط احنا قلنا ان فيه ثلاث مستويات للوصول للبيانات او لتخزين البيانات اول مستوى هو الهوت وتاني مستوى هو الكولد والمستوى التالت هو الارشي طيب ارفنا ده وده 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 وقلنا ان انت لو عندك بيانات اه بيعني الناس بتدخل عليها بشكل متكرر او هي بيانات متغيرة كل يوم عليها بروسس او كل يوم عليها اكسيز او بتابديتها كل يوم او كل مدة زمنية متقاربة فالنموذج ده هو الامثل في اه التخزين لو عندك بيانات اه يعني لمدة زمنية طويلة يعني مسلا كل شهر تدخل او يتم الدخول عليها او الابديت الخاصة بالبيانات دي كل مدة زمنية تكد تكون يعني تبدد الشهر فالنموذج ده هو الامثل بينما لو عندك بيانات بقى انت كل فين وفين لما بتدخل عليها عايز يعني تخزنها بشكل نهائي او ان انت مش هتدخل عليها بشكل متكرر فهيبقى الارشيف ده هو النموذج الامثل اليك تمام كده الكلام ده احنا تكلمنا فيه قبل كده ولكن بمجرد ان احنا اه بنراجع مع بعض وبنعمل عملية رفريش طيب هنتخيل بقى هنتخيل ان انا عندي بروجيكت واللي يكن مثلا ويبسايت اوكي الويبسايت ده انا حطت عليه منتج او منتج جديد منتج بيتم الترويج ليه جديد فالناس من المتوقع ان الناس اول ما ينزل هتبدأ تدخل تستعرض بياناته والرسار بتاعه والتفاصيل والمميزات وواواوا فعمليات الدخول على المنتج ده هتبقى بشكل متكرر وبشكل يومي فانت هنا المنتج ده هتخزنه هنا ليه علشان الاسباب اللي احنا قلناها لكن بعد ما خزنت وبعد ما طلع للناس اكتشفت او انت حتى مخطط ان انت بعد شهرين تلاتة ما هيبقاش تكرار الوصول ليه او تكرار التعامل معه بنفس المرة الاولى اللي انت خزنته عليها فهتضطر تحول النموذج الهوت ده هتخليه كولد ليه علشان تخفف في الكوست مش احنا قلنا الكلام ده تمام بعد كده بقى اكتشفت تاني ان المنتج لما بدأ يقدم يعني يعد عليه مسلا ست شهور او السنة اكتشفت ان الناس اصلا يعني ما عادتش بتستخدمه او العملة ما حدش بيدخل عليه او يستعرض بياناته خلاص بقى اصبح حاجة قديمة ولكن انت مش عاوز تلغي او اه تحزف بياناته بشكل دائم فهتضطر تحوله من الكولد توديه فين الارشيف هي دي دورة حياة الفكرة ببساطة شديدة جدا بدل ما تعمل القصة دي اجر بيهيئ لك بتاعته او عن طريق البورتل بيسمح لك ان انت تعملها بشكل بونسي بشكل ستيبس كده واحد اتنين تلاتة تخزنها فهي تلقائيا هتقوم بعملية المانجمينت دي على طول يعني مثلا تقوله والله بعد تلاتين يوم او بعد خمستاشر يوم او بعد شهرين حول لي البلاب ديت من الهوت خليها كولد وبعد ما تبقى كولد بعد شهرين تلاتة ايا كان الايام حطها في الارشيف طب لو انا عاوز امحيها بقى يعني احزف البيانات كلها فضيها يا خلاص بدل برضو ما ادخل اعملها اه مانوال كده برضو ممكن اقوله والله بعد مسلا سنة سنتين اه ست سنين خمس سنين الغيل بيانات البلاب ديت خلاص احزفها تماما طيب تعال نشوف دي بتتعمل ازاي على اه البورتل انا عندنا اه بلاب اشتغلنا عليها هنروح اللي احنا شغالين عليه طيب اه احنا وقفين فين على اللي احنا شغالين عليه وازاي ما احنا ملاحظين في الخاصة بالسطوريج هشتغل على ايه هشتغل على ليه لان الكنتينر بيحوي جوه البلاب عندنا بلاب واحدة اهيه تعال بقى نعمل واحدة جديدة وهقول لكم ايه? طيب هنعمل جديد ونسميه مسلا اه لاب تو هقول لكم هندخل جوه كده اي اه ملفات عليه خبينا نصلا ناخد طبعا انا ممكن اقسلك تقول ما عندش مشكلة ممكن ااخد مجموعة ملفات على فكرة برضو احنا ما عملناها مع بعض ولكن ممكن حضرتك تاخد اه يعني كبل كده وتقول له اه هياخدهم منك دفعة واحدة ما عندش مشكلة طيب اتأكد بقى تروح ونتأكد ان البلاب طيب ده من نوع بلوك بلوب ليه? لانه هي بتتطبق على اللي من نوع بلوك بلوب فقط يعني ما بتتطبقش عليهم خلاص تمام تعال بقى تعال بقى احنا رفعنا ايه? اه رفعنا تلات ملفاتهم تعال نرفع ملف كمان او صورة تانية خلينا ناخد الصورة ديت واحنا بنرفعها هنقول له ايه? ارفعها لي لفولدر يعني بلاش تحطها في البلاب كده اه اللي يدخل البلاب يلاقيها لا ده اللي يدخل البلاب يلاقي فولدر ومن الجوه الفولدر يلاقي اه او الفوتو اه الصورة ديت تمام هقول له مثلا فولدر اوكي? فهياخد من الصورة ديت يوديها فين فولدر واحدة اه اه مش موجودة تماما طيب ديت ابلود هينشأ هنا هيكلية فولدر وجواه هيحطين الصورة شايفين يا شباب? تمام كده? طيب تعال بقى نروح بتاعتنا من يل هقف على ومن كده هنزل هلاقي حاجة اسمها ما عنديش ولا رول هندخل نعمل اول رول معانا على البورتل والبعد ما يعني نعمله مع بعض ونفهم كويس جدا. وحضرتك بعد كده علشان تبقى هتفهم الموضوع وتعمل بقى رول وان وتو سري ويعني وتخرب الدنيا اوكي? طيب هادو الرول بتاعتي من هنا هيقول لي اسم الرول ايه? والله اه رول وان مسلا. او رول ديت هتبقى ولا انت بالخيار. ممكن تخليها دلوقتي يعني مجرد ما هتنتهي منها هيطبقها لك. وممكن تعملها وتقول له وبعد كده تدخل تطبقها انت في اي وقت انت محتاجه. تمام? خليها هنا بيقول لي ايه? هتموف البلاب تقول آآ هتاخد البلاب كلها كده تحطها في المنطقة برده? ايوه. بعد قدي ايه? والله بعد عشر تيام. خلي بالك ان عشر تيام من ايه? من اخر عملية تعديل على البلاب. يعني حضرتك رفعت ملف في النهاردة او احنا رفعنا ملفات مع بعض. وخلاص ما عملناش اي حاجة لمدة عشر تيام. بمجرد ما يعد عشر تيام من اخر تعديل على البلاب عندك هياخدها منك كده كبلاب يحطها فين? في الكل اريا. وصلت? وصلت. فيما معنى انه النهاردة مسلا مسلا واحد اغسطس الفين وعشرين. يوم حداشر اغسطس الفين وعشرين. هياخدها طالما انت معدلش عليها ولا عملت ابلوت ولا ايت ولا ولا اي شيء. هياخدها منك البلاب يحطها فين? في الكل اريا. ليه يحطها في الكل اريا? لان هي اصلا في الهوت. تمام. طيب بعد بعد كده بعد ما يعمل العملية ديت انت حابب تحطها برضو يعني بعد بعد انقضاء اه ايام معينة هتحددها له. يخدها هيحطها في الارشيف ايوة. بعد كام? بعد مسلا تلاتين يوم. برضو من اخر عملية تعديل. يعني بعد بعد عشر ايام هيحطها لك في اه الكول اريا. وبعد كده يعدي تلاتين يوم ياخدها من الكل اريا يحطها فين? في الارشيف. تمام? طب لو حابب تحزفها كلها بقى والله انت بتاع ديتها ديت انت مخليها مسلا سنة بعد سنة تتحزف تلقائية. فهتقول له اوكي دلتها لي. تلتمية خمسة وستين يوم. خلاص يا شباب? طيب لو مش عاوز ادلتها. ومحتاج ان هي تبقى ولكن ادليت الاسناب شوت. خلاص. هشيل الديليت. واعلم على الديليت اسناب شوت فقط. واحط الاياب بتاعتي. اطبق الرول بتاعتي. اوكي? تمام. احنا كده عملنا الخاص بالرول. لو قلنا الناكست كده هيقول لي فلتر ست. احنا كده انتهينا بالاكشن ست للفلتر ست. تعالوا بقى عشان نفهم الفلتر ست. بتفهموا كواس جدا. اه تعالوا كده انا هنا عندي ايه? عندي بلاب. صح كده? البلاب ديت فيها مجموعة فايلات. اوكي? الاسور اللي احنا رفعناها. وفيها فولدر. صح? والفولدر ده في فايل. فقال لي وانت بتعمل الرول. الرول من المفترض هتتطبق على البلاب? من المفترض الرول هتتطبق على البلاب. يعني وانا بقول له بعد شهر مثلا حطها لي في الكول اريا او في الارشيف اريا. فهياخدها بعد شهر يحطها فين? زي ما انا اقيل له في الرول. لكن لو انا ده الحالة دي لو انا ما عملتش فلتر. طب لو انا محتاج محتاج اطبق الفلتر بتاعي فقط على الفولدر ده. واسيب باقي الملفات زي ما هي. يعني اللي في الهوت اريا في الهوت اريا في اللي في الارشيف في الارشيف. لهدي ليد خلاص الرول كلها هتتطبق فقط على الفولدر ده. فبضطر اعمل حاجة اسمها فلتر ست. وانا بعمل الرول. تمام كده? يبقى خلصنا الرول اهو. خلصنا. تعال ابقى الفلتر ست. هنا. الفلتر ست ده يا شباب بيصبرت فقط البلاب من نوع بلوك بلوب. علشان كده قلتلك. نتأكد. واحنا بنعملها ان هي من نوع بلوك بلوب. اوكي? تمام. هنا هقول له براوز. وهقول له لو سمحت. خلي بالك الرول البوليسي اللايف سايكل ماناجمينت دي هتطبق على بلاب تو. ومش كلها. لا ده فولدر جواها. يعني لو البلاب شايلة مثلا الف فولدر طبقها لي بس على فولدر رقم واحد. ابقى كده اللي انا عملتها او الاكشن اللي انا عملته هيتطبق فين فقط على فولدر واحد. يعني لو في فولدر عشرة فولدر خمسة فولدر عشرين مفيش حاجة هتحصل جواه. آآ ولا هيتأثر باي شئ. خلاص? بعد كده بقى بقول له نكس. هيخد مني اللي ما عملتها. ويقول لي اوكي ما عندكش مشاكل او مسلا لو في حاجة غلط هيقول لي في حاجة غلط. وبعد كده هقول لوقت. دي او هيفضل موجود ممكن تعمل له موديفاي ممكن تعدل فيه تزيد ايام تزيد اوبشنات. تعدل في في الفلتر تشيل فيلتر. يعني انت بالخيارة. خلاص كده يا شباب. وبكده نكون اخدنا آآ اللايف مانجمنت الخاصة بالبلاب. على فكرة مش بتتطبق على 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 الكيوز وعلى على فقط. والبلاب من نوع يا شباب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.